من أجل إراحة وسلامة المسافرين عبر قطيط الطيران جاء هذا الاجتماع الذي ضم وزير الطيران المدني والإرصاد الوطني حسين طاهر سقومي مع مسؤولي شركات الطيران بشات من أجل وضع حد للانتهاكات التي يعاني منها المسافرين عبر الطيران وهذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول الذي عقد في أكتوبر 2022 وعبلغ الوزير حسين طاهر سقومي بأنه يجب وضع حد للشكاوي وتحسين الخدمات للمسافرين وتطوير النغل الجوي للشات وهذه الشكاوي تتضمن ارتفاع أسعار التذاكر السفر وسوء المعاملة لبعض المسافرين وتعزيز سلامة الطيران من خلال تحديث الأسطولي وإدخال جيل جديد من الطائرات التنافسية المتوافقة مع الشبكة تحسين إراحة الركاب من خلال جودة الخدمات على متن الطائرات تقليل مدة التوقف والتجنب فترات الانتظار احترام المواعد وتجنب التأخير مسألة فقدان الأمتعة جملة من الشكاوي ثردها الوزير وطلب من عموم شركات الطيران وخص منها التركية والمصرية بإعادة النظر في الخدمات ورد مسؤولية الشركات بأنهم بزلوا جهودا في هذا المضمار بأنهم منذ الاجتماع الأول أدخلوا بعض التعديلات والخدمات المريحة للمسافرين كحاجز اللغة للمضيفات وإيجاد فندق زو خمس نجوم بالقرب من المطارات إلا أنهم يعانون من شوح كمية الوقود والجوانب الفنية الأخرى التي تعوقوا سير العمل حذا ونشير إلى أن جميع الأطراف تسعى من أجل تحسين الوطع المريح للركاب وسلامة أمتعاتهم ووصولها في الوقت المحدد اشتركوا في القناة